السلام عليكم أتمنى تكونوا في أحسن أحوال يا رب مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة صفاء دايس اليوم إن شاء الله سنحضر معكم غلاس أو مسلجات منزلية بثلاث نكهات الفانيلا الفراولة والشوكولة بطريقة بسيطة لا يحتاجوا شوق سطويل في تحضيرهم فإذا كنتم تزوروا القناة لأول مرة تصبحوا شاليا بالاشتراك وتفعلوا زل شرس باش يوصلكم جديد الوصفات ونزل معكم مباشرة المقادر وطريقة تحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمكونات فغادي نحتاج علبة من بودرة الكريم شانتي الوزن ديالها 100 قرام مع كيس من حليب بودرة أو بودرة الحليب الوزن دياله 60 قرام نصف لتر من الحليب بارد جدا وبنسبة لنكهات النكهة الأولى ديالفراولة فغادي نحتاج لها علبة من الفلون ديالفراولة اللي كيكم بدون السكر هدا صغير مع علبة من ياغورت بنكهة الفراولة يمكن لكم تضيفوا أيضا نكهة الفراولة إلي كانت عندكم النكهة الثانية ديالفانيلا غادي نحتاج لها علبة صغيرة من الفلون بنكهة الفانيلا اللي يمكن لكم تعودوا بكيس من سكر فانيلا او فانيلا بودرة او سائلة اللي متوفر عندكم ها علبة من ياغورت بنكهة الفانيلا النكة الثالثة ديال الشوكولة غادي نحتاج لها علبة صغيرة من الفلون بنكهة الشوكولة استعملت ايضا ملعقتان كبيرتان من الكاكا والحلو اللي كنستعملوا مع الحليب وغادي نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكاكا والمر او لكيس من الكاكا والمر اللي متوفر عندكم يمكن لكم استعمله فاول شيء غدي ناخد هنا غدي نوضع في بودرة الكريم شانتي مع كيس من بودرة الحليب لوزن دياله 60 جرام غدي نضيف ليهم نصف لتر من الحليب يكون بارد جدا ضروري ما الحليب يكون بارد جدا باش الكريمة تسهل عليكم انكم نطلعوها وطربوها بسهولة فغدي نطربها بطرب كهربائي حتى يضعها في الحجم ديال هاد الكريمة وكتوليه متماسي كنوعان ما بالنسبة للنكهات فايمكن لكم تضيفوا النكهات اللي كتفضلوا يعني يمكن لكم استعملوا نكهات الكراميل ايضا علبة من الفلون بنكهات الكراميل مع علبة من نياغورس ديال الكراميل يمكن لكم استعملوا نكهات البيستاش او اي نكهات كتفضلوا يعني كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الضوغ ديالكم من بعد ما نضع في الحجم ديال الكريمة وكيف كتلاحظوا معايني ولات متماسي كانوا كانت توقف على تطراب ديالها والان فكنا اخذ علبة اللي غادي نحتفظ بيهم في المجمد غادي نحاول اولا نقسم هاد الخاليط لثلاث اقسام تكون متساوية فبنسبة لنكهة الاولى غادي نضيف ليها علبة من ياغورس بنكهة الفراولة وهنا فمن الاحسن انكم استعملوا يعني ياغورس اللي كيكونوا فيها هكذا حبيبات من الفواكه او اللي كيكون لون دياله هكذا وردي اذا ما تنفرش عندكم فيمكن لكم استعملوا هذا العادي كيف استعملت غادي نضيف ليها علبة من الفلون بنكهة الفراولة ايضا انا استعملت هذا الفلون الصغير يعني يكون بدون سكر فانا ما ضجت السكر نهائيا يعني ما تحتاجوش انا كم ضيفوا السكر واكيد ان السكر كيبقى اختياري بالنسبة النكهة التانية فغادي نضيف لها علبة من ياغورس بنكهة الفانيلا غادي نضيف معاه كيس من السكر فانيلا فهنا يمكنكم استعملوا يعني سواء هذا فلون صغير بنكهة الفانيلا او الكيس من السكر فانيلا او لفانيلا بودرة ولسائلة يعني اي حاجة غادي تخلي لكم هاد الفلون ايجي فيه نكهة الفانيلا فهنا غادي نترب اولا هاد الفلون ديال نكهة الفانيلا هو الاول هاد لان اللون دياله ابيض فغادي مدى به هو الاول غادي نخلط هاد مكونات بزيان مع بعض فبهات الشكل كيكون هاد القلاس اللي بنكهة الفانيلا جاهز غادي نحتفظ به جانبا وغادي نترب بنفس الشكل اللي بنكهة الفراولة يعني حتى نخلط المكونات بزيان مع بعض هنا غادي نضيف لي القليل من نكهة الفراولة اللي كتكون على هاد الشكل كتباع في المحلات الخاصة بالحلويات يعني هاد العلبة الثامن ديالها خمس تراهم فقط فكنا نضيفه القليل فقط هاكده غاي جينا اللون يعني بين اكثر وحتى المعداق او للنكهة وكيبقى اختيار يعني ممكن لكم تكتافي وغير بالفلون اللي بنكهة الفراولة وبلياغورت فقط فبهات الشكل كيكون الغلاس الثاني جاهز غادي نحتفظ به جانبا ايضا بالنسبة الغلاس الثالث ديال الشوكولة غادي نضيف لي فلون بنكهة الشوكولة غادي نضيف هنا ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الحلو وغادي نضيف لهم في الاخير ملعقة كبيرة من الكاكاو المر يعني اللي متوفر عندكم يمكن لكم استعملوه يعني الكاكاو الحلو او للمر ويمكن لكم تضيفه ايضا ياغورت بنكهة الشوكولة انا ما كانت متوفر عندي هدا علاش ما استعملتوش الا كان متوفر عندكم فستعملوه يمكن لكم تضيفه ايضا القليل من حبيبات الشوكولة او لشوكولاتة تحكوها هكذا وتضيفوها مع هاد الجلاس كيبقى اختياري فغادي نضيف هاد المكونات مزيان مع بعض يعني حتي يمتاز جودية وكيكون الجلاس الثالث ايضا جاهز فغادي نوضعوه بنفس طريقة في علبة ومن بعد ما كيبقى ليه غير نغطي هاد العلب مزيان ومن بعد نحتافض بيهم في المجمد فكنحتافض بيهم ليلة كاملة الى حضرتوه في الليل حتافضوا به ليلة كاملة الى حضرتوه هكذا في الصباح فيمكن لكم تخليوه يعني نهار كامل وفي العشية اولى في الليل كتقدموه فمن بعد ما خليتوه ليلة كاملة هنا غادي نقدموه غادي نحتاج هاد الالة الخاصة بالجلاس هنا غادي تكاس فيه ماء ساخن هكذا كيساعدكم انكم يعني تقدموه الجلاس ومن بعد ما كتخرجوه فيمكن لكم تخليوه هكذا خمس دقائق ومن بعد كتقدموه يعني باش ما كيبقاش جامد جدا فالما كانت عندكم هاد الالة يعني ممكن لكم استعملو غير ملعقة كبيرة اولا ملعقتان كبيرة هكذا كتحاولو توضعوهم هكذا في كؤوس وكيف كتلاحظو معي يعني فهو يعني كيتسول هكذا ملعو الباب سهولة يعني ما كيكونش جامد فيه التلج بلايكس يعني كيجي كريمي وبالنسبة لهذا الجلاس فيمكن لكم تقدموه هكذا دايبول او لا تقدموه طبقات يعني كتاخدو مول اللي كيتفتح من الجوانب كتفضعو الطبقة الاولى من الجلاس كتدخلوها المجمد واحد عشر دقائق باش ما كيتخلطوش لكم طبقات ديال الجلاس من بعد كتخرجوها وتضعو الطبقة التانية ترجعوها المجمد وكتخرجوها وتضعو الطبقة التالتة وبهات شكل يعني كتقدموه على شكل طورتة هكذا طبقات فاسبق لي اوح الدرسو معاكم غدي نخلي لكم الطريقة لتحسن دوق الوصف يمكن لكم يعني تجربوه ايضا فكنصمر بهات الشكل حتى كنكملنا كهات كاملين وكيف كتلاحظو معايا فهو كيعطاني كمية مهمة من بعد ما كملت فالان غدي نزينو غدي نزينو بالقليل من سلسة الكرامل يمكن لكم زينو ايضا بسلسة الشوكولة او لا بالعسل غدي نزين بالقليل من اللوز ايفيلي او لشرائح دي اللوز بقليه وحمرتهم شوية وغدي نزين ايضا بحبيبات من الشوكولة واكيد ان التزين كيبقى اختياري فاللي عندكم يمكن لكم تزينو به فكيكون هاد وشك نهائي دي المسلجات اللي حضرت معكم اليوم كنتمنى انكم تجربوهم بطريقة سهلة اقتصاديين كي يعطيونا كمية مهمة فالعجبكم فيديو اليوم ما تنسوش تديرو الياجا متباق تجربو الفيديو مع اصدقائكم ولكنتو كتزروا القناة لأول مرة مرحبا بكم ما تبغلوش عليها بالاشتراك وتفعلو زي الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات وما بقى ليها غير نقول لكم تلاقى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير اشتركوا في القناة